اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة لواء الركن عبد الكريم خلف ارسال تعزيزات عسكرية الى ثلاث محافظات واشار الى ارسال فوجين لمحافظة واسط لتعزيز اجراءات فرض حظر التجوال وفوج الى النجف واخر الى الديوانية لافتا الى عدم وجود مشكلة في عدد القوات الموجودة بالمحافظات وقال خلف ان الالتزام بقرار حظر التجوال من المواطنين عال جدا مؤكدا عدم وجود تحديات بعد قطع التنقل بين المحافظات وتقييد الحركة في داخل المدن باستثناء بعض الفئات